السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي ومشاهدي قناة الكهرباء إلكتريك في هذه الحلقة سنتعرف بعجالة على كيفية توصيل المحرك الكهربائي تلاتي الطور بالتغنية الكهربائية تلاتية الطور طبعا وهي عملية جد مهمة لتشغيل المحرك تلاتي الطور وأيضا سنتعرف على أهم طريقتين لتوصيل المحرك تلاتي الطور والمعروفتين بالتوصيل النجمة والتوصيل المتلت حتى تكون لنا دراية كافية لبعض مقدمات الأساسية للحلقات التي ستأتي فيما بعد في الكهرباء الصناعية لفهم كافية توصيل المحرك تلاتي الطور فاصل القناة وندخل في الشرح عندما نقوم بفتح علبة توصيل المحرك تلاتي الطور قد نجد نقاط توصيل المحرك في حالتين الأولى هكذا كما تلاحظون هنا ست نقاط توصيل وهناك ثلاث نقاط متصلة فيما بينها أو سنجد هذه الحالة أي الحالة الثانية هكذا أيضا ست نقاط توصيل لكن لدينا كل نقطتين متصلتين لاحظوا الفرق جيدا بين الحالة الأولى والحالة الثانية كما تلاحظون يوجد لدينا هنا ستة أسلاك أو ست نقاط توصيل يعني الشيء المتشابه في جميع الحالات أي في الحالة الأولى والحالة الثانية هو تواجد ستة أسلاك أو ستة نقاط توصيل المعلومة الأولى التي يجب أن نعلم هنا هي أن كل محرك تلاتي الطور يتكون من ستة أسلاك أو ستة نقاط توصيل ليتوفر على ثلاث وشائع أو ثلاث ملفات في تكوينه الداخلي يعني لكل وشيعة طرفين وثلاثة في إثنان يعني في المجموع تسوي ستة أطراف أو ستة نقاط للتوصيل الوشائع الثلاثة يتم وضعها بهذا الشكل البدايات الثلاثة في جانب والنهايات الثلاثة في جانب لاحظوا أن لكل وشيعة لها لون محدد من الأسلاك لتسير الشرح في الواقع المحركات التي توجد في حالة جيدة يجب أن يكون لكل وشيعة لون محدد من الأسلاك كما تلاحظون هنا وهناك بعض المحركات قد نجد نفس اللون للأسلاك للوشائع أو الملفات الثلاثة علينا هنا في هذه الحالة القيام باختبار الاتصال بين كل الأطراف بواسطة جهاز الملتيمتر لتحديد الملفات أو الوشائع الثلاثة للمحرك لنعود إلى محركنا الذي نشرح عليه وهو بحالة جيدة وكل ملف أو وشيعة له لون محدد كما تلاحظون هنا ثلاثة ألوان الأزرق والأصفر والأحمر سنسمي الوشيعة أو الملف الأول بالحرف V وطرفيها هما V1 وV2 وسنسمي الوشيعة الثانية بالحرف E وطرفيها هما E1 وE2 وأيضا الوشيعة الثالثة بW وطرفيها هما W1 وW2 كل طرف من الوشيعة لديه الرقم واحد هو بداية الوشيعة أو البدايات وكل طرف من الوشيعة له الرقم اثنان هو نهاية الوشيعة أو النهايات كل الأطراف التي لها رقم واحد سنعتبرها هي البدايات والأطراف التي لها الرقم اثنان سنعتبرها هي النهايات من أجل تشغيل المحرك أو هذا المحرك تلاتي الطور يجب علينا توصيل التغذية تلاتية الطور أي الفاظ الأول والفاظ الثاني والفاظ الثالث في البدايات يعني في بدايات الوشائع يعني في E1 و V1 و V1 هذه هي العملية الأولى بعدها وفي العملية الثانية علينا توصيل النهايات V2 E2 و V2 لكي تصبح لنا دائرة مغلقة بالنسبة لتوصيل النهايات يوجد لدينا نوعين من التوصيل وهنا علينا التركيز والانتباه قليلا النوع الأول هكذا يتم نمج النهايات الثلاثة في توصيل واحد وهذا التوصيل يسمى بالتوصيل نجمة أو ستار النوع الثاني في التوصيل هو توصيل كل نهاية لوحدها مع بداية وشيعة مختلفة وهذا التوصيل يسمى بالتوصيل متلت أو دلتا يعني نفس المحرك يمكن توصيله بطريقتين إما نجمة أو متلت لكن هناك شروط لاستعمال كل توصيل بشكل مفرد أو معا سنتعرف عليه لاحقا بعدما نشاهد شرح للوحة بيانات المحرك تلاتي الطور وأيضا بعدما سندرس الاختلاف في الجود بين التوصيل نجمة والتوصيل متلت كل ما عليكم معرفته في هذه الحلقة المبدئية هو كيفية تحديد ملفات أو الوشائع الثلاثة للمحرك تلاتي الطور وأيضا كيفية تركيب الوشائع أو الملفات في لوحة توصيل المحرك وإخيرا كيفية القيام بعمل توصيل نجمة للمحرك وكيفية عمل توصيل متلت للمحرك وسنترك باقي التفاصيل المهمة الأخرى للحلقات المقبلة إن شاء الله إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء